حكايات جدتي قال الأولاد قص لنا حكاية يا جدتي قالت الجدتي كان في قديم الزمان فلاح فقير لأنه كسول لا ينهض من نومه إلا بعد طلوع الشمس كان الفلاح نائما فسمع صوتا يقول أيها الفلاح انهض مبكرا فقام الفلاح من نومه قبل طلوع الشمس وذهب إلى حقله فرأى سربا من الأوز يرعى في حقله كل يوم فكر الفلاح ونصب شبكة فصاد إوزة جميلة وأخذها إلى بيته كانت الإوزة تبيض درة ثمينة كل أسبوع فظن الفلاح إن في بطنها كنزا فطمع فيه فشق بطنها فلم يجد شيئا فندم الصياد على فعله هل تعرفون ما الحكمة من هذه الحكاية قالت علياء لا تكن طماعا قال سامر القناعة كنز قالت ريم من جد وجد ومن زرع حصد قالت الجدة حزرتم يا أولادي الطمع والكسل مكروهان